اوكي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عمر واليوم رجعينا لكم بالحلقة السبعطاش من سيرفر ارت ماينر الله 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 يا الغروب الجميل والتوقيت الجميل طبعا يا جماعة الخير حلقتنا اليوم راح تكون حلقة كذا يعني خفيفة لطيفة حنسوي فيها كم حاجة حلوة بس قبل ما نبدأ حلقتنا وقبل كل شيء شاب انزلوا تحت وحطوا لايك وخلونا نشوف كم نقدر نوصل لايك على هذا الماكداب ما راح اطلب كالعادة خلاص انتم حطوا لايكات وخلونا نشوف قدي كيف نقدر نوصل طيب يا جماعة الخير اول شي خلونا نروح على البيت والنام اوكي صحينا طبعا جماعة الخير اليوم الحلقة حنسوي فيها اكثر من حاجة راح نبني النانو فارم ورح نبني كمان الكونكريت اللي هو يخلي اللي يحول البودر الى اش يسمونه الصلب فحنسوي كم حاجة وحنروح على السبون حنشوف كم حاجة صارت جديدة واذا قدرنا كمان بنحاول نجيب من اي قرية قطاوة لانه عندنا كلاب ويبغى لنا قطاوة ويبغى لنا كمان نشتري حتى باروتس او ممكن نروح نروضهم فبعدين نشوف حاليا بنروح اول شي ننزل على تحت ونبع على طول نروح نسوي الانو فارم والكونكريت بس قبل كل شي يا جماعة الخير خلونا ناخذ اول شي حبتين نظر رايت لانه في اسمين للمنتسبين الرهيبين اللي انتسبوا بس دقيقة عندنا لا والله ما عندنا ايوكي لازم نرجع البيت على اساس نسميهم انه ما عندنا انفل ما شاء الله علي يبغى لي احط صدقوني يبغى لي احط تحت انفل او اني احطها في غرفة المنتسب ايطيكم الف 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 عافية يا جماعة الخير على الدعم وانا عارف اني اخر فترة صاير فيه سحبات بس يعني قاعد امر بكم ظرف فان شاء الله نبغى نحاول انه نرجع ان شاء الله زي ما كنا ننزل طيب اول منتسب اللي ينتسب جديد اللي اسمه كينغ فور جيمر بهذا الشكل والمنتسب الثاني اللي اسمه تميم الرفاعي ويطيكم الف الف عافية شكرا لانتسابكم والله يطيكم الف الف عافية مرة ثانية وخلونا نروح نحط اسماؤهم الجميلة ونبدأ ونسوي آلتنا الرهيبة باسم الله لا مو هذا المكان المكان الثاني او رايت او رايت خلونا نحط استاذ كينغ ونحط استاذ تميم ويطيكم العافية كلكم يا المنتسبين و يب خلونا ننزل تحت ونبدأ في النانو فارم كرت اثوي وزي ما قلتلكم النانو فارم راح نسويه في هذا القسم هذا القسم هيكون فيه له اشياء مشاعترة اي فارم كذا نحتاجها او فارم ما لها علاقة يعني كذا بترتيب معين راح نحطها في هذا القسم لانه هذا القسم في له فارمات يعني بترتيب فارم الخرفان والبقر والدجاج فيب قلنا كمان نروح نشتري شوال كارات ونحتاج كم حاجة فحنروح للسبون لكن حاليا خلونا نبدأ اول شي في الفار اوكي هل ناخد ريتستون شولكر هذا ونمسك هذا وهذا وبيستنز واتوقع انه هذا الاشياء وديسبنسر ومويا وهو وحنجيب نوعين الخضارة اللي حنحتاجهم اللي هم الجزر والبطاطس وطير يا حبيبي والويت رايب اييي يا سلام بهذا الشكل نزول يا حبيبي نزول بوب اوكي خلونا نبدأ نحفر الفارم ما هتحتاج مكان جدا كبير مكانها جدا بسيط وصغير ويب يا كرهي لللاك اللي يجي بسبب البلوكات يا اخي الى الان ماينكرافت ما شالت هذا الكلتش الغبي اللاك انا ما نعارف صراحة كل شوي يجيني اعلك في بلوكة اوكي شايفين في بلوكة اوكي قبل ما نبدأ في الفارم هابا استشيركم في كم حاجة هنا في منطقتي اا ودي اسوي راحونة مزارع كبيرة كذا تعطي منظر لانه انا اللي تلاحظون تقريبا منطقتي من بره فاضية اغلب كان شغلي في الدائرة والدائرة بدت تمتلي صح انه فيه اشياء ودي اسوية وكانت هي الفكرة الاساسية الدائرة بس بغضو ابا ابدأ واسوي اشياء خارجية وبابدأ اسوي مباني حتى ثانية خارجية مبنى مثلا لآلة التطوير او مبنى لأي شي ثاني يعني ومزارع وحق احصنة بس قررت ابا اسألكم في حاجة مهمة اللي هي وين اسوي المزارع انا من يعارف هل اشيل هذه المنطقة وانظفها واسوي جسر يمتد من هنا لهنا واسوي المزارع اتوقع انه بيطلع شي مرة حلو لو سطحت هذه المنطقة وحطت فيها طاحونة وزينتها بشكل او ممكن نحط الطاحونة هنا ونبدأ نسوي بس احس انه ما اتوقع بيطلع المنطقة حلو فاخترحولي هذه المنطقة واحد وهذه المنطقة اثنين ويقولولي ايش المنطقة الافضل فيب انا احس انه هذي المنطقة منطقة واحد افضل بس ما ادري اطلوني اقتراحاتكم لانه اقتراحاتكم جدا جدا تهمني ويلا خلونا ننزل تحت ونسوي الفارم حقنا بسم الله اوك لا 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 لطيح بدن تموت كالعادة ايوا بالضبط اوكي الفارم جدا بسيطة هنحتاج هو اتوقع انه اغلبكم يعرفها بس اللي ما يعرفها حيتعلم دحم معايا اوكي نبغى الهو اا لا يا حبيبي ما تحط يا ساتر والله اني انخرشت من البستن اوكي جبنا اغلب الاشياء اللي نحتاجها البون ميل والاشياء البسيطة هنا رح تكون الاشياء اللي حنحصدها او حنحطها هنا حنستخدم ال الدسبنسر بس اول شي خلونا نحط الموية وين الباكت الموية اوكي باكت الموية هنا اوكي انا مضيع فعاليا كل اشياء هنا محطوطة اوكي هذا فعاليا اللي نحتاجه نحط الدسبنسر بهذا الشكل اوكي واحد هنا واحد على هذه الجهة واحد على هذه الجهة انت فعاليا كذا خلصت الفارب يب يب خلصت الفارب الفارب مسهل من حياتي اوكي حنحط هذا الريدستون هنا وبعدين حنحتاج الكونكريت اللي حنغطي في الفارب هذا هو وهذا وهذا وبعدين نحط الوبزيرفر بهذا الشكل خنغطي بهذا الشكل كذا وحناخذ الريدستون كذا 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 يب خلص فعاليا نحن خلصنا الفارب لس نزين بالاطراف باللانترنس على اساس تكون منورة منها كمان وهنا نحط تشست بسيط نبغى تشست ما عندي خشب يب عندي خشب هننحط نسوي لنا تشست بسيط على اساس نحط في الاشياء حقنا اللي هو الكاروتس أو البطاطس أو دي الأشياء يعني عموما وحناخذ ستيرز بهذا الشكل وحناخذ بست إن نحطه كذا وفقط نحتاج ليفر أوكي هنحط حبة هذه ونحول وحناخذ كابلستون نسوي لنا ليفر أرائت كذا فعليا كل شي جاهز بس هنغطي بهذا الشكل خلونا عاو سين نسوي تست للفارب قبل ما نغطي بهذا الشكل خلونا ناخذ هذا وهذا ونحلل كل العظم ونحط ستاك في كل ديسبنسر بهذا الشكل كفي ديسبنسر في الخلف خلونا نحط لهم بون ميل وناخذ الكرتس ونبدأ نجرب ونحط الليفر هنا نقول بسم الله ونبدأ يب بهذا الشكل الفارب افشينت شغاله بشكل جدا مهول أرائت أرائت فعليا نحن نحتاج نحتاج نجيب من محل عبادي نجيب منه بون ميل بشكل هائل ونبدأ نزبط حقنا يعني نحتاج ويت نجيب من هنا بعد ما نخلص الويت نروح نسوي كيك بعدين نروح نوردها البحل لنا شي شي رهيب شي مر مر حلو أوكي خلونا نقفل بهذا الشكل بهذا الشكل يا سلام أوكي بنحط إنارة جوه بسس لا يرسبن لني شي ونتورط أوكي كذا 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 هذا اللي خايف وما يبقى أي شي يتفجر أوكي أوكي خلاص جن فعليا الفارم كذا شغاله نحط الجزر ونحط البطاطس اللي هنا ونبدأ في الفارم الثانية الفارم الثانية هتكون طبعا شوية شوية بس يعني هي بسيطة كل الفارمين بس أنا حتكون شوية أعقد أوكي ما جبت بطاطس أنا إلا ولا جبت بطاطس خلونا حط أوكي لا 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 حط بطاطس مرة ثانية هات يوم دير بطيتو بطيتو طيب حاليا نبنبدأ نسوي الجزء الثاني اللي هو الكونكريت فارم خلونا نبدأ نكسر هذا المنطقة ونجيب برضو والله ناقصنا حتى غريت كونكريت وناقصنا شيئا كثيرة أوكي الفارم حنكسر هذا المنطقة لا لا تكفى لا تقول لي لا تقول لي أنه كهف والله كهف آآ رايت نحتاج نجيب موية ونحتاج نجيب بلوكات على الاستاذ نغطي اللافة هاتي بدال ما نحولها أبسيدين لأنه قروشة بس خلونا نستكشف أبدا استكشف أبدا شوف هل هو كهف ولا كهيف أنا مانيععرف فعلي نقول إن شاء الله أنه كهيف أوكي كهيف مو كهف خلونا ننوور هذا المنطقة لانه ماني قادر تصدقوني يجيب زومبي فيلجر لانه ماني راح اشتركوا في القناة 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 ويلا بسم الله خلونا نبدأ ونشوف يب بهذا الشكل كذا ضبطنا الفارم البسيطة جدا جدا بس مفروض نطالع فوق ما نطالع تحت سيس ما نكسر الجذار كذا خلصنا الفارم اللي نحتاجها حاليا ممكن نقدر نأفك ونحط الكونكريت ويتسوى هنا طيب خلونا نحط الأغراض هذه كلها هنا لأنه فعليا ما عد نحتاج شي ثاني خلونا نروح للسبون حاليا بس خلونا نحط برضو الأغراض يبغى لي خلف الكواليس أروح وأنور المناطق اللي تحت بيتي أنا منور أغلبها بس في جزئيات كبيرة جدا ما تنورت أنورها على أساس أقدر أجيب زومبي فيليجر لأنه جدا جدا محتاجه زي ما أقلت لكم وأبغى يا جماعة الخير منكم حاجة بسيطة اللي يقدر يزبط لي طرق يعني شكل طرق حلوة وإنارات حلوة أتمنى 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 ينزل تحت انستقرام حقي أو تويتر يروح يرسل لي التصاميم وراح أحطك إن شاء الله في غرفة المشتركين إنه فعليا محتاج يعني تصاميم بسيطة فإذا عندكم إنارات أنا جاني كم تصميم فإلي عنده تصاميم زي ما قلت لكم أتمنى إنه يرسل لي إياها على إستقرام وتويتر وتعطوني اقتراحكم في الشي اللي قلت لكم إياه وخلونا نروح ننام ونروح لألسبون لأنه محتاجين كم حاجة من الألسبون أوكي وصلنا للسبون خلونا أول شي نروح أحكي نرى ما تلمت بالغط لا أوكي غاجب العيد خلونا أول شي نروح للمكان خلونا نروح نشتري منه حل نحتاج نشتري منه ثلاثة ستاكات نبيل نشتري منه ثلاثة ستاكات يعني خمسة عشر دايموند خلونا نحط بهذا الشكل وشكرا يا عبادي خلونا نروح برضو لمحلنا اللي بنشوف هل في أحد اشترى منه ولا ما في أحد اشترى منه أظن في لعبة جديدة في أحد سواها خلونا نروح نشوف الألعاب والأشياء الجديدة اللي في السبون بايتو دايموند برايك وان قول اشتري منه اثنين هاخذ منه اربع يا سلام بهذا الشكل وخلونا نروح للعبة ونجرب حظنا ايه خلونا نحط له اندرتشست في هذا المكان اساسي يعني اللي بيستخدمه وندفع حبتين زي ما قال خلونا نحط له حبتين ونجرب 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 ونشوف حظنا باسم الله كم طلعت لنا اظن انها طلعت لي حبتين اظن لا كم طلعت لي الله ماني عارف توقع اني كسبت حبة اوكي حنحط حبتين برضو ونجرب اظن اني ما كسبت شي اظن بسم الله اوه اربع حبت اوكي اخر اخر مرة اخر مرة والله قاعد اكسب والله نايس كسبت حبتين اتوقع اتوقع نكسب حبتين اوه 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 باكبار هل راح اكسب خمسة دايما زيادة او ما راح اكسب بقي ثلاثة حبات فعليا ونرجع حقنا نحط ونشوف يلا 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 تكفى او برضو ما طلع لنا نجرب مرة ثانية اوكي تكفى 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 يلا بسم الله والله ما في شي اوكي اخر مرة فعليا كذا ردينا حقنا ما كسبنا شيء بسبب الحظ التعبان يلا ما كسبنا شيء يعني انا يا اني ما اكسب شيء يا اني اخصى اصلا عادي اوكي خلونا نرجع البيت ابجيب ارمور ستانت وابروح المتحف حق سبيت اباحط سكني وابغا احط ابغاكم تكتبولي ايش الاشياء اللي احطها واكتبها في المتحف يعني تشوفوها انجازات او اشياء سويتها حلوة او يعني اي حاجة عموما فيب خلونا اول شيء بما اننا اشترينا البون من عبادي خلونا نحطه في الآلة على اساس يكون شيء جدا رهيب خلونا نحلل البون ميل بهذا الشكل ونحط ألل ألل نحط كمان وباقي اللي من وراء نحط يا سلام كذا عبين الالة ونقدر نستخدمها اا نقدر نجيب ويت بشكل جدا خرافي ونقدر نسوي اي شيء نبغى اوكي وصلنا متحف سبيت اتوقع اني باخذ الزاوية هذي اتوقع انها زاوية جدا رهيبة خلونا نحط الارمر ستاند حقنا هذا هنا وا او تصدقون اللعيد ليرهد بقى انه عندي راسي هنا ولا اوكي كويس عشان قلت اخاف انه ما عندي الراس وقلت ممكنك تل نفسي بس انا بعيد عن البيت طيب حلونا ناخد بكاكس السلك تيتش هذا ونحط هنا راسي ويبغى لنا الكرافتينج هذي نسوي لنا دروع جلد تسبليت فروال وبوت بهذا الشكل نلون التش بليت برتقالي والسروال اسود والبوت هذا بهذا الشكل السلام يا السلام انه لو غيرها اسود هتوقع بتطلع احلى لكن ما عندي لون اسود فشكل هغيرها بعدين خلف الكواليث اوكي وصلنا نسيت ما جيب حاجة مهمة خلونا مثلا نحط هنا هذي الزاوية انا حيحط حاجة واحدة هذي المكان والثلاثة الاشياء هذه الباقية عليكم او الاربعة حناخذ مثلا بلوكة دايموند ما عندي انفل صح تكفى لتقلي تكفى اوكي ما عندي انفل حسوي انفل والله ما رجع البيت والله ما رجع البيت والله فهذا الشكل السلام اوهنا انفل اوه اوه انه هذا انجاز سوينا في هذه السيزن وصلنا 300 الف مشترك فعطونا الانجازات الباقية اذا تشوفهم فيه انجازات حلوة او شيء يستحقا ان اكتبوا اعطونا اياه في الكومنت واتوقع انه هنا وصلنا لتا الحلقة عارف انه المفروض اروح اجيب قطاوة لكن كنسلت ليش لانه في المحيطة اللي انا فيه ما في قطاوة قريب فيبغالي ابحر زيادة واروح بعيد زيادة فاتوقع انه افضل انه تكون في بث مباشر او شيء عشان ما يكون فيه ملل فبس اعطيكم ملف الف عافية المشاهدة وشكرا جزيلا لكم وانا اروح ان شاء الله في القطاة القادمة مع السلامة بود باي اشتركوا في القناة